أكد منصق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد تورك أنه تم استقبال ستة ألاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة وصل الخير لخدمة المواطنين في القرى بمحافظة الإسماعيلية هذا وقد أضف منصق المبادرة أن القافلة هي ضمن الموجة الأولى لمجموعة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة باعا وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع